عميلة الأستوديو عبر المباشر زميلة هناء أهلاً وسهلاً وصبح الخير هناء تفضلي صبح الخير أسامة لك ولكل المشاهدين جمعة مباركة إذن إن شاء الله ستستمر الأمطار في التساقط على الولايات الداخلية الشرقية خلال ظهيرة اليوم إن شاء الله وكذلك فيما يخص شمال السحراء منطقة الوحاس ستتشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة ستكون مرفوقة بتساقط بعض الأمطار المتفرقة أما فيما يخص كل من ولايات دان سوق عرس أمل بواقع تبسى وخنشلة فالأمطار مرتقب تكون إن شاء الله بداية من منتصف نهار اليوم تستمر في التساقط إلى غاية التاسعة ليلاً بكميات تقارب الـ 15 مليمتر محلياً أما عن توقعات درجات الحرارة القصوى فإن شاء الله بداية من يوم الأحد سيكون فيهم موجة حر إن شاء الله تخص أغلب المناطق الشمالية بدرجات حرارة قصوى جد مرتفعة تطارى وحبين 38 حتى 40 درجة على الولايات الساحلية خاصة على السواحل الغربية كوهران عنتي موشنت مستغان غليزان ستقارب حوالي 40 إلى 20 و40 درجة المناطق الداخلية بين حوالي 35 إلى 45 درجة بالنسبة 45 درجة نحن سترونها إن شاء الله على كل من شلف غليزان سيدي بالعباس عين الدفلة كذلك مع سكر وتلمسان أيضاً قال مطار السوق هرأس قصنطينة سطيف ومن بواقي وبورج بوعريج تطارى وحي إن شاء الله بين 38 إلى 42 درجة أما لمسيلة بوسعة دواتيسمسيلت فقد تقارب حوالي 45 درجة تسيبوزو كذلك سنسجل درجات حرارة قصوة مرتفعة قد تصل حتى 40 درجة إن شاء الله كل هذا بداية من يوم الأحد أما المناطق الجنوبية فأكيد الكتلة الهوائية الحارة ستخص المناطق الجنوبية ضمن اتيارة ستكون من جنوبية إلى جنوبية غربية فرح تعمل على تسجيل درجات حرارة مرتفعة خاصة على المناطق الداخلية الغربية إذن قد تصل إلى حوالي 48 درجة كعلى مقداس بأدرار صالح الوادي المغير والجلال المنيعة بشار تين دوف بين 42 إلى 45 درجة برج باجي مختار وإنجزام قد تصل إلى 45 درجة إليزي جانات إنا ميناس 44 درجة مع دائما تسجيل تطاير زوابع رملية على الولايات الجنوبية في نفس الوقت فيما يخص المناطق الشمالية إذن ستكون الأجواء الثقيلة الرياح أيضا ستكون من ضعيفة أو قوية نوعا ما تقارب سرعة حتى 40 إلى 50 كم في الساعة سنسجل إن شاء الله تطاير بعض الزوابع الرملية خاصة على الهضاب العليا الغربية وستكون درجة الحرارة القصوى مرتفعة إن شاء الله بداية من يوم الأحد توقعات حالة البحر سيكون غلال ظهيرة اليوم إذن قليل الإثتراب أو هادئ إلى قليل الإثتراب على أغلب السواحل الوطني الرياح ستكون متغيرة الاتجاهات وضعيفة لن تتعدى سرعة 25 كم في الساعة رؤية متوسطة وعلو الأمواج أقل من المتر حرارة مياه البحر تقارب 26 درجة وإن شاء الله بداية من يوم الأحد البحر سيتحول إلى مضطرب تقريبا على أغلب السواحل الوطنية وسرعة الرياح قد تصل حتى 50 كم في الساعة أما علو الأمواج يقارب المترين إلى 3 أمتار تقريبا على كافة السواحل الوطنية إذن مشاهدين الكرام كانت هذه تفاصيل الوضعية الجوبيل المرتقبة خلال الساعة القليلة المقبلة أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك أسامة لاستكمال بقية الأخبار وكذلك أشكرك جدا